اشتركوا في القناة قاعدين مع بعض او مال ومش عايزهم يقعدون مع بعض ماشي يعني انا زين كده يعني ربط ولا كده ايه لا زي الفل مش رجعها اه طب خلص بقى ودي اول مرة يقول لها انت طالق اه اول مرة طب تمام الله يشرح صدرك يا سعاد يارب الناس يتعلم هذا الدرس اللي هو هذه المحاضرة في الطلاق الصريح الطلاق الصريح يعني يقول لها كده انت او انت مش اشكال او من غير انت وحسفوا ما يعلموا جائزهم يقول لها كده طالق المهم الطه واللم وقاف بدم طلعه من بوقه صراحة من غير علي بقى ده اسم طلاق صريح يقع في ساعتها هي عليها البرود يقع هي حامل يقع هي والده يقع وهو المفروض يطلعها طلاق السنة في طهر لم يباشرها فيه اما اذا كانت هي عليها الدورة الطلاق واقع وهو عليه زنب كان المفروض يستناها لما تتطهر من الدورة ويقول لها بنت الحالات احنا مش نافعين مع بعض انت طالق كويس قوي قولوا للشباب بقى وقولوا لمأزون الحتة يا مأزون الحتة ابوس ايدك علم العيال وانت بتكتبوهم وانت بتكتبوهم الجواب لان نفسيتهم بقى الكتاب وهم نفسيتهم بتبقى برتاحة ومش شنكحين قول لهم خلي بالكم بعد ما قول زوجت وانت تقول قابلت بقت مراتك يا ابني لو قلت لها انت طالق ممكن ترجعها في خلال ثلاثة شهر لو جيت تاني وقلت لها انت طالق ممكن ترجعها في خلال ثلاثة شهر لو جيت نمرة ثلاثة وقلت لها انت طالق مستحيل هترجعلك حتى تنكح زوجا غيرك يعني تتجوز واحد تاني بمحض الطبيعة لم حلل ولم بلل يعني ايه يا فأدة الامل فيك والحبل انقطع اسمه ايه في الفقه ده طلقها فبت طلاقها يعني ايه بت يعني خلص اول مرة انت طالق تاني مرة انت طالق خلاص تالت مرة انت طالق كل سنة وانت طيب لو عمل تباريح البلا لو دفع مليار جنيه لو اند مانيا بايه معاك المقزوني قولك المتين دول في دقيقة يا ابني شوف انا بعمل ايه دلوقتي بجوزك بجوزك بايه حبيبي بكلمة جوزني يا عمي عمك حيرض عليك يقولك زوجتك بقى الدهية اللي جوه دي مراتك بعد انا مامشي بدقيقة لو قلتلها انت طالق وانت ما دخلتش عليها كانك رميت 3 ايمان لازم عقد جديد ومهر جديد وبرضاها لو دخلت سيادتك يبقى انت طالق ايه مرة واحد بعد 3 شهر ما راجعتهاش هيبقى عقد جديد ومهر جديد في خلال 3 شهر ممكن تقولها انا راجعتك توتو وتبقى مراتك وزي الفل المرة التانية نعفى نديم ترجمة نانسي قنقر